شهد ملتقى البحرين للحوار بالمنامة دعوة علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف ومن أجل الأخوة الدينية والإنسانية وخلال الجلسة الختمية للملتقى بحضور شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان وملك البحرين تم التجديد على أهمية وقف خطابة الكرهية المتبادلة وأسليب الاستفزاز والتكفير وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواسلها السيئة خطوات على طريق التعايش والحوار دعوة من البحرين قدمت نموذجا في ملتقى جمع الشرق والغرب جلسات استمرت تحت رعاية الملك حمد بن عيسى لتكون التوصيات على قدر الحدث والمسئولية تجاه ضحايا النزاعات والحروب والعنف وتنتصر دعوة الحوار من أجل السلام ووسط رموز دينية وثقافية وإعلامية دولية كان حديث فضيلة الإمام حاملا لرسائل عديدة أهمها وقف الحرب الأوكرانية أضم صوتي إلى صوت محب الخير ممن يدعون إلى السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية وحقن دماء الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المأساة الدامية ورفع راية السلام بدلا من راية الانتصار والجلوس إلى دائرة الحوار والمفاوضات ويأتي ملتقى الشرق والغرب حوار من أجل التعايش الإنساني ليكون دفعة لعلاقات الأخوة الإنسانية ونموذجا لقدرة المجتمعات على الشراكة وتطبيق ميزان دولي عادل وإنهاء صراع الحضارات وتتقارب وجهات النظر بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف فأداسة البابا فرانسيس داعما لجهود السلام مطالبا بالعمل على وادي الصراعات والعنف وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية اتجاه قضايا الإنسانية غرس طيب في أرض طيبة ربما تكون تلك الفسيلة شاهدة على نصرة القضية حتى ولو بعد سنوات وإن لم يكن فستظل المحاولات تتمسك بآخر شعاع أمل لبداية عالم يسوده السلام والمحبة رسائل المتنوعة تهدف إلى أحلال السلام في العالم منبذ العنف والتطرف والإرهاب وتأكيد على قدرة علماء الدين على مواجهة الوضع الاقتصادي والعالمي الصعب وتوحيد الصف وخلق سلام عالمي وتأكيد على تطبيق ميثاق الأخوة الإنسانية من البحرين حماد العربي التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر